بكل التأكيد وهذا دليل مباشر على ما يدور حوله الأمر كل من يتعامل مع قضايا الشرق الأوسط يقولون مرارا وتكرارا إن المستفيد لرئيسي من الأهداف في الشرق الأوسط اليوم أو مدبر الحرب في حد ذاته هو الاتحاد الروسي بالنسبة لي ليس هناك ما يثير الدهشة في حقيقة أن وفد حماس جاء إلى موسكو مثل ما جاء قبل ذلك الشيء الوحيد الذي ما زلت مندهشا منه هو أنه لم تأتي إلى هناك أي وفود من تنظيم الدولة الإسلامية، داعش وما إلى ذلك وباقي المنظمات الإرهابية تأتي بشكل مباشر وواضح وهذا تظهر بوضوح من يمولهم ومن يكون مهتماً بأنشطتهم ولذلك فإن حماس في موسكو تتفق تماماً مع ما تفعله روسيا على الساحة العالمية وهنا توصلت إلى الشيء الرئيسي روسيا مهتمة اليوم بعدة أشياء أحدها هو صرف الاندباح عن أهداف الحرب الأوكرانية الروسية المستمرة منذ أكثر من ستمائة يوم وبتبيعة الحال فإن الأهداف في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى تأكل جزئياً هذا التأثير المعلوماتي وسوف تتعامل روسيا قدر الإمكان وتحافظ على هذا التوتر الذي نراه في الشرق الأوسط من أجل الحصول على ما يسمى فترة الراحة أو على الأقل نوع من فترة الراحة مؤقتة بحيث يولي المجتمع اهتماماً أقل لعمليات الإبادة الجماعية وقصف المدنيين من قبل روسيا في أوكرانيا يجب أن تبدأ روسيا تدرجياً في ترك استخدام خطابها التقليد على الساحة العالمية والذي استخدمته دائماً روسيا تريد أن تثبت شيئاً هنا تريد أن تقول لا سمح الله أن الآخرين يتصرفون بشكل غير مناسب وروسيا لن تسمح لفعل ذلك روسيا اليوم على الساحة العالمية تبدو وكأنها دولة منبوذة أي أنها البالد قليل الأهمية وليس له نفوذ في أي شيء وبفضل زيارة حماس يريدون استعادة حقوقهم في نوع من النفوذ الذي سيكون ظاهراً وملموساً ولذلك ليس هناك ما يثير الدحشة هذا هو دعم إيديولوجي وسياسي واقتصادي وعسكري واضح تماماً من روسيا لحماس بلا شك نعم يمكننا بالتبع الاستمرار في التظاهر بأن هناك أطراف لا تفهم ذلك إنه مثل ما تظاهر الكثيرون لفترة طويلة بعد عام 2014 عندما تم غزف جزء من أوكرانيا أو حتى بعد عام 2008 عندما تم غزف جزء من جيورجيا بأن روسيا لم تكن دولة الاحتلال تستثمر الأموال في محاولة الاستلاء على عراض الآخرين أو إثارة الحروب ويمكننا حتى الآن أن نتظاهر بذلك ونقول لا نحن لا نعرف ما إذا كانت روسيا تقف وراء هجومات حماس نحن نجمع وذلك اشتركوا في القناة